في درسنا اليوم سوف نتحدث عن فورن كي في نظام قواعد البيانات معنى فورن كي يعني مفتاح لجنبي أو مفتاح خارجي يتم استخدام فورن كي للربط جدولين يتواجد في قواعد البيانات ببعضهم فورن كي هو عمود أو مجموعة من أعمدة يتواجد في الجدول في قواعد البيانات يوفر ارتباط بين بيانات في الجدولين يعمل كما رجع تبادل بين الجدول لأنه يشير إلى مفتاح أساسي primary key للجدول الآخر وبالتالي إنشاء ارتباط بينهم قبل أن نقوم بشرح لكم كيفية إنشاء علاقة بين جدولين أو أكثر لنعطيكم مثال لنفترح ترغب إنشاء موقع للتواصل اجتماعي أو موقع للدردشة لديك جدول لأجل تخزين البيانات المستخدم ولديك جدول الآخر للتخزين على سبيل المساعدة قمت بإنشاء موقع التواصل اجتماعي لتخزين المنشورات بيانات متعلقة بالمنشور الذي قام المستخدم بنشرها وأيضا لديك جدول للتخزين التعليقات لنفترح عندما يقوم الشخص ما بنشر منشور في الموقع يتم حفظ بيانات المنشور في قاعدة البيانات على سبيل المثال في حال قام أحد المستخدمين بنشر منشور سوف يتم حفظ تلك المنشور في الجدول المسلمة قمت ببرمجيتها لنفترح ترغب بأن تتمكن من معرفة الشخص الذي قام بنشر المنشور في حال لم تقوم بإنشاء علاقة بين الجدول المستخدم والجدول لحفظ المنشورات سوف يكون صعب يعني تعرف من قام بنشرها لأنك فقط قمت بالتخزين المنشور في قاعدة البيانات ولم تترك أي شيء يمكنك تعرف على المستخدم الذي قام بنشر المنشور نفس الشيء تعليقات عندما يقوم الشخص ما بكتابة تعليق على أحد منشورات في حال لم تقوم بعمل علاقة بين منشور والتعليق كيف سوف تتمكن من عرض التعليقات التي يكون تعليق بأحد منشورات محدد إن كان لا يوجد أي علاقة في تلك الحالات يمكنك أن تقوم بإنشاء علاقات على سبيل المسأل عندما يقوم الشخص ما بنشر منشور تقول عندما يتم إضافة منشور أرغب بحصول على المعرف المستخدم الذي قام بنشر منشور ويتم حفظه ضمن أحد عاملات في الجدول الذي يتم حفظ المنشور لك من خلال ذلك المعرف أتمكن من معرفة بيانات المستخدم الذي قام بنشر منشور نفس الشيء في التعليقات تقول قبل أن يتم إضافة تعليق إلى قاعد البيانات أرغب بحصول على البيانات التعليق هذا من جهة وأرغب بأن يتم حفظ المعرف المنشور الذي قام بنشر من كتاب التعليق عليها في القاعد البيانات ضمن الجدول الذي يتم حفظ التعليق لكن لاحقا نتمكن من معرفة التعليق لو علاقة بي منشور وإذا يمكن للتعليق بأن يكون له علاقة مع المستخدم لكن نتمكن من معرفة أي مستخدم قام بكتاب التعليق أنا فقط أعطيكم أمثلة للعلاقات في قواعد البيانات هناك خاصية من الأشياء يمكن أن يملكون علاقة مع بعضهم بكل تأكيد وصلتك بفكرة من خلال الأمثلة إذا قمت بتخديمها لك Premier Key يعني المفتاح الأولي أو معرف يمكنك أعتبارها لكل سطر من بيانات تتم إضافته إلى الجدول أتمنى أن يكون هذه الجزء واضح بالنسبة لكم لنفترض ضمن قاعد البيانات خاصة بنا يتواجه جدول لتخزين المعلومات المستخدمين ولنفترض لدينا الجدول سوف أسميها Posts منشورات أرغب إنشاء سلاسة عامدة قم بتحدي بنفسك البيانات التي سترغب يحفظها العموز أول سوف أقوم بجعلية Premier Key من نوع عند معرف وأرغب على سبيل المسال بحفظ العنوان المنشور تيتور والمحتوى قم بتحدي بنفسك البيانات التي سترغب يحفظه في قاعد بيانات المهم في الدرس اليوم أن تفهم مسلوب العلاقات سوف أقوم بإنشاء جدول التعريف فقط لكي أعطيكم مسال في المسال الحالي لدينا مستخدمين وإذا لدينا جدول يسمى Posts لحافظ المنشورات في قاعدة بيانات لنفترض عندما يقوم شخص لا ينشر منشور في موقع فقط مثال سوف يتم حافظ المنشور في قاعدة بيانات لنفترض قمنا بإضافة منشور بشكل هذا لقاعدة بيانات سوف أقوم بتحديد أي شيء قمنا بإضافة منشور الآن قمنا بحافظ المنشور في قاعدة بيانات الآن كيف سوف تتمكن أي مستخدم قام بنشر منشور لا يوجد أي علاقة بين الجدول التالي ولا الجدول التالي يمكننا من معرفة الشخص الذي قام بنشر منشور هذا فقط مثال أعطيكم مسال وإذا يكون لديك فكرة لنفترض أن أرغب بإنشاء علاقة بين الجدول التالي ولا الجدول التالي لك في حال تم النشر منشور وتم حافظ المنشور في قاعدة بيانات يتم تحديد المستخدم الذي قام بنشر منشور من المستخدمين الذين يتواجد في قاعد بينات ليشاء علاقة بين الجدولين سهلة جدا في مثال حالي نرغب عندما يتم إضافة منشور ويتم حفظها في قاعد بينات نرغب بأن يتم حفظ المعرف المستخدم الذي قامه بالنشر منشور فهذا يعني العموت الفورنكي سوف يتم إضافته لجدول التالي لأن في الجدول التالي سوف يتم حفظ المعرف المستخدم لذلك نقوم بإضافة دمنها العموت لأجر فورنكي إذا نقوم بإضافة لها عمود غالما سوف تقوم بتسميتها باسم الجدول اللي سترغب بإنشاء علاقة معها قم بتحدي بنفسك الاسم العمود سوف تسميه بشكل التالي قم بتحدي بنفسك الاسم العمود الجديد اللي سترغب باستخدامها كفورنكي أنت الحرف الإختيار يجب أن يكون العمود التالي من نوع الأرقام ثم نضغط على السيف هل أن نقوم بجعل العمود التالي من نوع فورنكي كل ما علينا نقوم بالضغط على ستركتور ثم كل ما علينا نضغط على ثم هنا نقوم بالتحديد الاسم العمود اللي سنرغب بجعلها فورنكي مفتاح خارجي في مساء الحال قمت بتسميتها يوسرس ايدي ثم هنا تقوم بالتحديد القاعدة بينها الليسي يحتوي على الجدول اللي سترغب بإنشاء علاقة معها في مساء الحالي ثم كودر شير ثم هنا تقوم بالتحديد أي جدول ترغب بإنشاء علاقة معها في مساء الحالي العمود التالي يتواجد من الجدول التالي أرغب بإنشاء علاقة مع الجدول التالي إذن نقوم بالتحديد هنا تقوم بالتحديد العمود الليسي يكون بريمير كي دمن الجدول اللي سترغب بإنشاء علاقة معها في مساء الحالي ثم نضغط على سيف طبعا هذه الخطة لدينا قمنا بإضافة ساطر من البيانات سوف أقوم بحصفها قبل إنشاء فورنكي سوف أقوم من جديد بإنشاء علاقة هذه النقطة المهمة في حال وجهتك هذه الخطة لكي تعرف السبب مثلا تم إنشاء بالنجاح لنتكتل تم جعل ذلك عمود من نوع فورنكي نعم بالدبط العمود الذي يكون من نوع فورنكي دائما يتم عرض بجانبها مفتاح باللون الفضي مثلا ما تشاهدون الآن قمنا بإنشاء علاقة بين الجدول التالي والجدول التالي بالنجاح شاهد في كل مرة نرغب بإضافة سطر جديد من البيانات في مساء الحالي عندما نرغب بإضافة منشور إلى القاعد بيانات قد تلاحظون في الأسفل ضمن العمود الفورنكي يوزر عيد عندما ترغب بإضافة منشور يجب عليك أن تقوم بالتحديد ضمن الحقق العمود فورنكي بالتحديد المعرف المستخدم مثلا ما تشاهد في مساء الحالي معرف لأحد مستخدمين سوف أقوم بالتحديد المستخدم عشوائي لنقوم بإضافة منشور بشكل هذا وإلى الجدول فقط نرغب مثلا ما تشاهد مثلا ما تشاهد العمود الذي يكون من النوع فورنكي تم إضافة إليها قيمة القيمة يكون عبارة عن معرف المستخدم إذا قمنا بدغط عليه سوف يقوم بجلبنا البيانات المستخدم الذي قمنا بالتحديد من خلال المعرف ذلك المستخدم بالأمريكي أقوم فقط بإعطيكم الجرد أمثلة لكي يكون لديك فكرة عن العلاقات بين الجدول إذن بهذه الطريقة يمكنك أن تقوم بإنشاء علاقة بين الجدولين يمكنك أيضا أن تقوم بإنشاء علاقة بين أكثر من جدول أنت الحرف الأختيار يعني الجدول التالي على سبيل المساء بوستس يمكن أيضا أن يملك علاقة مع أكثر من جدول غير تقوم بتحديدها أنت الحرف الأختيار تذكر القيمة للإلعامات التي يكون منه فونكي لا يسمح لك أن تقوم بجعلية خالية أعلم أن الدرس اليوم قليل قد يكون صعب بالنسبة للمبتدين صدقون مع ممارسة وأيضا عندما تقوم بإنشاء مواقع كل شيء التدريجي سوف يصبح سهل بالنسبة لكم حاولت جائنا في درس اليوم أن نسهل الدرس اليوم لكم وفي درس القادم سوف أقوم بشرح لكم وزيفة inner join الذي تم استخدامها للحصول على البيانات الأعمدة الذي يكون من نوع فورنكي بكل سهولة أراكم في درس القادم لك أن نتعلم مزيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر